وفي كلمته خلال المؤتمر طلب رئيس السيسي بتوفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا كما دعا الرئيس السيسي لتوفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطع توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 27-20 وتشريع تدشيل الأليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكالهم التي أكبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية